إسبانيا ألمانيا مواجهة تعد بالكثير في أربع نهائي بطولة أمام أوروبا لكرة القدم مواجهة توعد فيها اللعبون الإسبان الذين يلعبون لنادي ريال مدريد توعدوا زميلهم السابق توني كروس بإرساله مبكرا إلى الاعتزال المهاجم الإسباني خسيل ما زح زميله توني كروس في ريال مدريد ما زحه بالقول أن مقابلة يوم الجمعة ستكون الأخيرة في مشوار توني كروس أعتقد أن ألمانيا هي مرشحة أيضا للفوز بهذا اللقب لكن دعونا نأمل أن نتمكن من إرسال توني كروس إلى الاعتزال رد متوسط ميدان منتخب ألمانيا وريال مدريد السابق توني كروس بالقول أن المقابلة ضد ألمانيا لن تكون مملة وأنه سيفعل المستحيل من أجل إحباط رغبة زميله وزملائه في ريال مدريد بإرساله إلى الاعتزال أعرفه تقريبا وما كان يقصد لذا سأدعه يحاول تحقيق رغبته لكن سأفعل كل ما بوسعي للتأكد من عدم تحقيقها طبعا بعيدا عن الحروب الكلامية بين لعبي منتخب إسبانيا وألمانيا لو تفحصنا المقابلات والنتائج تاريخيا بين المنتخبين سنجد أنها متقاربة تصل لحد التعادل كما أن هناك ميزة في مواجهة ألمانيا وإسبانيا وهي أن المنتخبين يعرفان بعضهما جيدا حيث تاريخيا يعدان أكثر منتخبين أوروبيين تواجه في البطولات الكبرى حيث تواجه 19 مرة بين كأس العالم وبطولة أوروبا لهذا سيكون من الصعب التوقع ولو أنني أميل إلى منتخب إسبانيا بالنظر لما قدمه في الدوري الأول توقع ضريف كان صاحبه وولتر رجل الغاب الموجود في حديقة دورتموند والذي يعتبر عرافا للبطولة حيث أعطى الأفضلية لمنتخب إسبانيا ولو بصعوبة للفوز على ألمانيا بانتظار توقعاتكم حول هذه المقابلة توقعاتكم حول هذه المقابلة لنشخلها